نستكمل سويا موضوع النهاية معنا دلوقتي نظرية اسمها نظرية السندويتش بتقول النظرية دي لو كان عندي ثلاث دوال F of X, G of X, H of X وكل واحدة منهم لها النهاية موجودة لما X تقول X0 شرط الثاني أن قيمة F أقل من قيمة H أقل من قيمة G لأي قيمة X يبقى فيه شرطين الشرط الأول لأن الثلاث دوال لهم نهايات عند X0 الشرط الثاني أن قيمة F أقل من قيمة H أقل من قيمة G لكل قيم من X يبقى فيه شرطين النتيجة الأولى أن نهاية الدلة Fx ستكون أقل من نهاية الدلة H of X ستكون أقل من نهاية الدلة G عند X0 وإذا كان نهاية الطرفين اللي هو F وال G متساويتين فإن أكيد نهاية الدلة اللي في النص هتكون بتساوي نفس النهاية في الحقيقة النظرية دي أنا باستخدمها لما حب أجيب نهاية بالشكل كده يكون فيها سين أو كوزين بيقول لي إيه؟ استخدم النظرية السندوتش عشان تجيب نهاية X تربيع في سين واحد على جزر X لما الـ X تقول الكام للصفر طبعا أنا لو عودت تعود مباشر هلاقي الكلام دي عبارة عن إيه؟ صفر تربيع مضروف في سين واحد على الجزر التربيع للصفر ليه هتساوي صفر مضروفة في سين واحد على صفر اللي هي مالة نهاية سين مالة نهاية بكام؟ معرفش وبالتالي دي أنا معرفش بتساوي ايه؟ بتساوي كام؟ آه أنا عرف إن السين أي سين أي زاوية في الدنيا محصورة بين السلب واحد والواحد طبعا هده معناه إن سين واحد على جزر X هتبقى دايما أقل من الواحد وأكبر من السلب واحد الخاصية دي مش موجودة فقط غير للصين والكوزين اللي هي بين السلب واحد والكام من الواحد من تعرفنا للصين والكوزين في نهاية الواحدة الثانية طيب دي متبين المتبينة دي لو ضربتها في عدد موجب هتظل سابتة زمهية متش هتغير علامات التباين وبالتالي لو ضربت الثلاث أطراف دول في X تربيع يبقى هنا هيبقى سالب X تربيع دي يفضل أقل من أساوي X تربيع مضروبة في صين واحد على جزر X أقل من أساوي واحد في X تربيع اللي هيب X تربيع طب حلو أوش طب ما أنا كده الدلة دي أقدر أسميها هنا F والدلة دي اللي في النص دي نسميها H وهنا G خلاص طيب الدلة F دي ليها نهاية عند الصفر A بتسوي كام بتسوي صفر لأنه أعطي عن X بصفر و بصفر طب الجي و في X ليها لها عند الصفر A بتسوي كام بتسوي صفر طب الف و في X دايما أقل من H دايما أقل من G آه من المتبينة دي إذن من نظرية Sandwich Limit الدلة اللي في النص دي هي X تربيع sin 1 على جزر X لما X تقول للصفر ده هتسوي كام صفر ليه لأن دي هتقول للصفر و دي هتقول للصفر عند الصفر يبقى النهاية بتاعتي تسوي صفر ناخد مثال تاني كوزين X على 1 زائد X تربيع عند المالة نهاية لو جيت العوضة هتبقى كوزين مالة نهاية على 1 زائد مالة نهاية تربيع اللي هي كوزين مالة نهاية على مالة نهاية ما عرفش بتسوي كام لكن أعرف كويس جدا إن كوزين X دايما أقل من الواحد و دايما أكبر من كام من سلب واحد طيب لو ضربت لا مش ضربت بقى لو ضربت أو أسمت على عدد موجب فتفضل المتبينة كما هي بدون أي تغيير حق سم على 1 زائد X تربيع هيبقى سلب واحد على 1 زائد X تربيع أقل من أو سوي كوزين X على 1 زائد X تربيع أقل من أو سوي 1 على 1 زائد X تربيع دي صحيحة لكل قيم X A إذن أقدر أسمي دي F اللي هي نهايتها هتروح لكام لمالة لصفر ليه؟ لأن أعطي عن X بمالة نهاية تربيعها بمالة نهاية أجمعها على واحدة لنهاية سلب واحدة عمل لها بكام بصفر و دي أقدر أسميها G اللي هي هتقول أرضو من للصفر يبقى حسب النظرية اللي فاتت limit الحد اللي في النصر هو كوزين X على 1 زائد X تربيع لما X تقول إلى مالنهاية هيساوي كام؟ هيساوي صفر لأن الطرفين بتوعي اللي هو F of X والG of X بيقولوا للصفر عند هذه النقطة و في كده يبقى تقريبا خلصنا اللي احنا عايزين نوصله لحضراتكم عن نهاية الدوال نهاية دالة عند الصفر نهاية دالة عند المالة النهاية نهاية الدوال المسلسية